ترجمة نانسي قنقر من القمة إلى الحظير سقوط حر في بيت اتحاد العاصمة أحد مفاجأة البطولة المحترفة حتى الآن هذا الموسم معاناة تزداد حدة من جولة لأخرى وسط دهشة اللاعبين قبل الجماهير لسان حال الاتحاد صار ينطق الخسارة تلو الأخرى رغم أن تركبة البشرية لا تقارن من حيث النوعية لعبون دوليون يعجزون عن تحقيق الانتصار داخل الديارة فما بالك خارجها أصوار ملعب عمر حمدي ببلغي كانت شهدة على سقطتين متتاليتين قل ما تحدثان مع فريق بقيمة ووزن اتحاد العاصمة ولعل صور انكهته لخروج الحكام تحت الحراسة ومعها اللاعبون تحت وابل من الشتائم لخصت أحوال كريفية لمراشطي نسف نهاء رابطة أبطال إفريقيا تغيير المدرب يبدو أنه حلة لم تلقى للحلول سبيلا فسرعا ما استقرت للأحوال على ما هي عليها بعد عودة القديم الجديد ميلوت حمدي الذي تلقى صفعة أخرى من شبيبة الصورة في الديارة ليصير بذلك لقمة سائغة للمنافسين على اختلاف أسماء هم نطلب من أنصر يسمحون ويقفوا معنا لازم نخرج برابطة من الوضعية هذه ما الذي يحدث في بيت سوستارة؟ سؤال يبدو أنه يليق بحلة أصحاب اللونين الأسود والأحمر ونقطة استفهام لا يرى لها تفسير على الأقل في القريب العجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر